السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد على كناهة I'm My Phone لو انت بتستخدم برنامج الورد في كتابة الملفات بتاعتك وبتحفظ عليه الشغل بتاعك وانت كل استخدامك او كل شغلك على برنامج الورد وجيت في مرة انت بتنشئ ملف بالشكل دوت وحبيت اللي انت تعدل على الملف دوت وبعد ما عدلت عليه حبيت اللي انت ترجع للملف الاصلي من خلال الفيديو بتاعها النهاردة اشرح لك طريقتين سهلين جدا تقدر من خلالهم انت تعمل استرجاع لملف الورد بعد التعديل عليه الطريقة الاولى استرجاع سريع استخدام برنامج استرجاع ملف الورد بعد التعديل عليه من خلال برنامج دي باك فور ويندوز تقدر ان انت تستعيد اي ملف وورد تحزف من عندك من على جهاز الكمبيوتر بطريقة سهلة جدا وبسيطة كل اللي عليك اللي انت هتروح على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الاصل وتبدأ اللي انت تحمل برنامج دي باك وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر دلوقتي احنا عندنا ملف الورد دوت مسلا احنا عدلنا عليه بالشكل دوت هنمسح مثلا اخر كلمة ديت انت عدلت مثلا على ملف الورد بالشكل ده وبعدين عملتله حفظ وبعد كده قفلت ملف الورد دوت وحابب اللي انت تستعيد ملف الورد دوت مرة تانية او مثلا انت عندك ملف وورد على جهاز الكمبيوتر بالشكل دوت وبعد كده انت مسحته بالخطأ عملتله مسح كده حزفنا ملف الورد ومش موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر وحابب اللي انت تعمله استعادة مرة تانية كل اللي عليك اللي انت تفتح برنامج ديباك عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت بعد كده هتختار البرتيشن او المكان اللي انت حفظت فيه ملف الورد دوت انا اختار بالشكل دوت المكان اللي انا حفظت فيه ملف الورد هننزل تحت كدوت ونبدأ اللي احنا ندور على المكان اللي احنا حفظنا فيه ملف الورد دوت البرتيشن اللي انا كنت حافظ فيه ملف الورد انت لو حافظ مثلا ملف الورد دوت او تحزف من عندك من سلة المهملات هتختار من هنا سلة المهملات او لو على الديسك توب هتختار من هنا الديسك توب او لو موجود في فولدر داخل برتيشان هتختار من هنا ل trabalhar اختارك دوت اللي هو ملف في دوت او بت��ingenي بالشكل دوت بعد كده هيبدأ البرنامج تلقائي في عمل سكان يبحث عن الملف دوت اللي هو تم حسفه من سبل اأو من الملف اللي انا حددت وزي ما انتم شايفين هيبدأ ان هو يزيل للكل الملفات اللي تم حسفها منه دوت او من الملف ده زي ما انتم شايفين بيبدأ كده يعمل ازهار الملفات اللي هي تم حسفها قبل كده. لو حابب تعمل ايقاف هتدوس النواط على ايقاف. لو لقيت هنا الملف ظهر معك هتدوس على ايقاف الشكل دوت. بعد كده تبدأ اللي انت تجيب الملف او تحدد كل الملفات اللي هي حابب تعملها استعادة. انا اجيب كده الملف اللي هو تم حسفه اللي هو ملف هو دوت كده ملف اللي هو تحزف من عندي. ممكن تقدر اللي انت تجيب الملفات من هنا او الفيديوهات لو هي فيديوهات او صور. البرنامج دوت بقدر ان هو يرجع لك اي ملفات محزوفة من عندك من على جهاز الكمبيوتر. انا اجيب كده ملفات واختار الملف اللي هو اتحزف من عندي وبعد كده حدوس على استرداد. بعد كده هيفتح لك الملف اللي هو تم استرجاع ملف الورد فيه. زي ما انتو شايفين كده رجع عندي مرة تانية ملف لو فتحنا كده ملف الورد دوت. هتلاقيه رجع عندك النوت بعد التعديل عليه كمان انا مسحت كلمة البيانات ديت. ورجع الملف زي ما كان الاول. زي ما انتو شايفين كده ملف الورد راجع عندي مرة تانية على جهاز الكمبيوتر. تقدر انت كمان تنفذ الطريقة ديت وهيرجع لك ملف الورد اللي هو انت عملت عليه تعديل وبعد كده عملت له حفز. تقدر اللي انت ترجعه مرة تانية بعد التعديل عليه. الطريقة التانية استرجاع نسخة قديمة من ملف الورد بعد التعديل عليه في الوندوس. برنامج الورد فيه ميزة ان هو بياخد لك نسخة احتياطية تلقائية. وانت شغال كده على البرنامج اول ما بتكتب مسلا اي كلمة وبتستنى كده شوية تلاقيها اخد لك نسخة احتياطية تلقائية. عشان تقدر اللي انت تجيب النسخة الاحتياطية ديت كل اللي عليك اللي انت حتدوس على ملف. بعد كده هتنزل تحت نوات وتدوس على خيارات. بعد كده هيفتح لك الوجه دي زي ما انتم شايفين. هتدوس النوات او هتختار حفز ديت. وبعدين هتلاقي عندك اللي هو المسار دوت هتاخده كده كوبي او نسخ. بعد كده هتفتح الماي كمبيوتر وتبدأ اللي انت تحط المسار دوت هنا. تعمله بيستك دوت. او لسك. وبعدين تدوس على انتر. هيفتح لك كده المكان اللي هو اخد فيه نسخة احتياطية تلقائية. زي ما انتم شايفين الملف في نوات موجود في المكان اللي هو بيحفظ فيه برنامج الورد. لو فتحنا الملف دوت. هيفتح معنا بالشكل دوت. وكده قدرنا اللي احنا نعمل استعادة الملف الورد بعد التعديل عليه. المكان دوت تقدر اللي انت تاخد منه الملف دوت مرة تانية كوبي. لو انت حابب اللي انت تاخده كوبي. وتنقله لأي مكان تاني يظهر بالنسبة لك او انت عارفه. انا المكان اللي انا كنت حافز فيه ملف الورد في اللي هو البرتيشان الدي دوت. زي ما انتم شايفين نوات ملف الورد عندي هنا. ودوت المكان اللي هو بتاع النسخة الاحتياطية بتاع برنامج وورد. وزي ما انتم شفتوا بطريقة سهلة جدا وبسيطة قدرنا اللي احنا نستعيد ملف الورد بعد التعديل عليه. هسيب لكم برضو رابط تحميل برنامج دي باك تحت الفيديو في الوصف لو حبيت اللي انت تستعيد اي ملفات مفقودة من عندك من على جهاز الكمبيوتر هتقدر من خلال برنامج دي باك. هتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو. عجبك ما تنساش اللي انت هتدعمنا بلايك وتشترك في القناة. شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي.